بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزة كيف حالكم ان شاء الله ذاون بخير درسنا هذي اليوم هو علمنا الجلغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط شارح وحلو توضيح يونت 5 lesson 5 اليونت الغامس الدرس الخامس الصفحات راح نأخذها بالملاوان 49 49 وبالكراسة بالنشاط 65 66 65 66 شكرا الله ثمان شكرا لكم دعمكم تشجيعكم دعواتكم طيبة وتعليقاتكم الحلوة وحفظا نشجع شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفدر جميع زكاة العلم نشرف الدرع الخير كفاء عليها شكر خاص لأبطالنا ومتابعين الأعزاء اللي ينجحون يتفوقون ونفتخر بيهم ونرفع رأسنا بيهم لن يحفظون على شعارنا إن شاء الله دائما ناجحون وعلى أبطال الإنجليزية مع والأستاذ وعلى لديكم إن شاء الله لخوفوا عليكم مراجعات أو إعطاء الآراء عن حفلة تخرج احنا تذكرون بيونة توتنا نسوي إيميل دعوة صديقة لحفلة تخرجة وكذا وهي شي فهنا أصدقاء دعوا بعضهم يعني صديقة دعا صديقتها وهي شي فلسا داي سوون هو حتى وداي يقول داي يقول تذكرون ما ليونة تو فهنا داي سوون فد ريفيو فد اعطاء رأي يعني مراجعة واعطاء رأي عن هذا الشي فقوك سارا وداليا بوث went to the school graduation party featured in unit 2 lesson 7 سارا وداليا حمينات هنراحن إلى حفلة تخرج مدرسية اللي تم ذكرها بيونة الثاني درس السابع ما اليميل انشاء اليميل بيونة تو they wrote reviews of the party هم كتبوا آراءهم ومراجعتهم عن هاي الحفلة for their school magazine لمجلة المدرسة مالتهم read the reviews and answer the questions اقرأ المراجعات مالتهم وأجب عن الأسئلة هسا هاي رح تكون مثل قطعة بها أسئلة واجبها مهمة بالبكالورية لا موزارية لازم نقرأها ونحفظها لا بس نقرأها ونفهمها يجي من عندها قواعد يجي يجي من عندها اختيارات يجي يجي من عندها مفردات يجي بس مو بأسئلة القطعة ما لها شغلة بالقطعة فبدت هنانا أول شي رح تكتب لنا داليا amazing graduation day يوم تخرج رائع القدس intermediate school hosted the concert of the year last Thursday مدرسة متوسطة القدس استضافت الحفل الغنائي الموسيقي حفل التخرج لهذه السنة في الخميس الماضي سوت لهم حفلة تخرج والطلابها بالخميس الماضي ما لهذه السنة رح يتخرجون عن هذه السنة تخرجوا the party was really amazing الحفلة كانت جدا رائعة حقيقة رائعة بحلول الساعة العاشرة صباحا القاعة كانت ممتلئة الفل ممتلئة وامتفارغة وكل واحد كان مبتسما الكل جاية فرحانة وبتسمع the students were wearing their uniforms and everyone was waiting patiently for the party to start الطلاب كانوا يرتدون زي الرسمي مالته ما لابسهم الرسمية الزي الخاص بهم وكل واحد كان ينتظر بفارغ الصبر للحفلة نتبدأ when the curtains went up on stage عندما البردات أو الستائر وزيلت من على الستائر المنصة أو كذا المسرح the lights went down and a hush spread through the hall الأضواء انطفقت والضجيج والهوسة الموجودة والصمت الصمت يعني عمه على القاعة the school arts team opened the show before some talented students did some solo performances فريق الفنون المدرسي افتتح العرض قبل ما بعض من الطلاب الموهوبين قاموا ببعض الأداءات والفنون الفردية قبل ما بعض من الطلاب يدون أداءاتهم الفردية وعروضهم الفردية الفريق ما الفنون هو سوى يعني العرض ماتة أول بعديا الطلاب كل واحد عرضه الفردي ماتة they all performed well and they could tell they and you could tell they had practiced a lot الجميع جميعهم أدوا عروضهم بطريقة جيدة وأنت يمكنك أن تقول بأنهم تمرنوا جيدا قاموا بالتدريب والتمرين بشكل جيد هنا نبدأ يستخدم الماضي البسيط الماضي البسيط الباس سيمبل للتعبير عن ناراتيف سيكوينس اللي هو يعني الرواية الأحداث بطريقة متسلسلة أوكي فعن حدث أو فعل صار بالماضي عن قصة أو شيء أو خبر صار بالماضي من ترويه بطريقة متسلسلة فراح تستخدم بكل ماضي بسيط عندما هم انتهوا من عرضهم الجمهور صفقوا بصوت عالي الكاتبة دالية هذا رأيها وقالت خوش كل حد شي إيجابي عجبته سكول بارتي حفلة المدرسة هايسا سارة عن حفلة المدرسة تقول الخميس الماضي حفلة الخميس الماضي كان من المفترض بها أن تبدأ الساعة بالعشرة لكن عندما أنا وصلت هناك الساعة التاسعة و خمسة واربعين دقيقة بالعشرة لاربع القاع كانت ممتلئة تماما I had to stand right at the back and I was struggling to see or hear anything قالت أنا كان يجب علي أن أقف بعيدا أن أقف في الخلف بالنهاية وكنت أعاني لأني لم أرى ولم أسمع أي شي The students around me were chatting loudly while the arts team were performing يقول الطلاب من حولي كانوا يتحدثون ويدردشون ويسولفون بصوت عالي بينما الفريق الفني فريق الفنون كانوا يؤدون عرضهم أوكي الثانية هنا راح نفس الحفلة بس هاية حصلت خوش مكان ومتحت يعني أطلت رأيها بشكل يعني هي المستمتعة بدأت تقول إنه هي حفلة زينة هاية ما استمتعت وكش ما فتهمت من الحفلة فدأت الطي الشي السلبي عن الحفلة زين I'm not sure if the performance was any good as I couldn't hear much of it but the rest of the audience but the rest of the audience clapped at the end so they were enjoying it شو تقول أنا لست متأكدة بأنه إذا كان العرض هذا الأشياء العرضوها كانت جيدة بشكل ما ما متأكدة من أنه هي زينة ما أعتقد أنه هي حلوة بسبب أنه أنا لم أستطع أن أسمع أي شيء منها ما أسمعت الكثير منها لكن باقي الحضور الجمهور صفقوا في النهاية لذا هم كانوا مستمتعين بها أكيد يعني هم كانوا مستمتعين بس تقول بالنسبة لي أن ما استمتعت بي أنا كنت محبطة لأنني لم أستطع أن أسمع به كثيرا Next time في المرة القادمة I will try to get there earlier to make sure I get a good seat يقول في المرة القادمة أنا سوف أحاول أن أحصل أن أذهب هناك لذلك المكان مبكرا لكي أتمكن من أن أحصل على موقعات جيد وكون متأكدة من الحصول على موقعات جيد سارا هي الكاتبة هاي هنا بحفلة التخرج من سواءهم حطوهم ووزعو لهم سرتيفيكيت شهادة مع التخرج وسواء لهم بارتي حفلة ووضعو لهم بها كيك وباللونز وهالسوالف يقول كيف سلمهم هاي ريفيو إيجابي عجبت بها هاي ريفيو سلبي من عجبت بها Number one How are the opinions of the party different كيف الآراع عن هاي الحفلة مختلفة برأيك فواحد إيجابي وحس سلبي داليا استمتعت بالحفلة لكن سارا ما استمتعت بيها البعد يسألنا يقول What were all the students wearing ماذا جميع الطلاب كانوا يرتدون كلهم كانوا يلبسون زي موحد اللي هو uniforms هم كانوا يرتدون زي موحد هاي الأجوبة من الدليل البعدها يقول لنا Why didn't Sarah enjoy the party لماذا سارا لنت تستمتع بالحفلة لان كانت قاعدة بالخلف يعني The hall was already full when she arrived القاعدة كانت امتلأ تماما عندما هي وسطلت والسؤال بعده What will Sarah try and do it differently next time ماذا سوف سارا تحاول وتفعله بطريقة مختلفة في المارة القادمة لانه هي تروح من وقت تريد هس نشوف تكملتها هنا ها تكملت السؤال هذا الثالث تكملتها The hall was already full when she arrived يريد تكملتها بعد نحط له She had to stand at the back ليش هي ما استمتعت بيها and struggled to see or hear anything هي كان يجب عليها ان تقف في الخلف وكانت تعاني من انها لا ترى ولا تسمع شيء والstudents near here والطلاب كانوا بقرب منها ويرتشاتينكلاود ليتحدثون بصوت عالي لسا اش راح تسوي على السنة الجاية She will try and get to the party هي سوف تحاول ان تصل الى الحفلة earlier مبكرا Next time في المرة القادمة to get a better seat لتحصل على مقعد افضل اوكي زين البعدها هنا نجدل انه يقول انه هم دا يذكرنا بالماضي المستمر والماضي البسيط يقول لك رمان بات اذكى There are two ways of talking about the past يوجد هناك طريقتان لتحدث عن الماضي Richard went to Iraq in the holidays Richard ذهب الى العراق في العطلة هذه يا جملة بيا زمن بالpast simple tense بزمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط انه هو حدث قصير وقالت انه هو ذهب للعراق وهي سكتت بس حدث اذا رح يكون طويل او بيعتراضات او بيحدث رحي عارضة او كذا فنقول While he was staying in Iraq بينما هو كان يبقى في العراق He went to a football match هو ذهب الى مشاهدة مباراة كوية القدم Five past continuous tense هاي ماضي مستمر زمن الماضي المستمر اذا تذكروهن اذن الجمالتين منشنا ندرس الاول متوسط رجعوهن بيونت وان بيونت الاول بالنشاط وكاننا موجودات على ريتشارد وهي شي المهم فده يحكينا على الماضي البصير والماضي المستمر حيشيناهن عدة مرات وشرحناهن فبالنسبة للثارف متوسط راجعتكم اياهن بالدرس السابق وقبله وراجعتكم اياها بيونت 1 اصلا كانت كلها عليها فهنا مراجعة سريعة الماضي البسيط اخلي الفعل اضيف لأيدي والافعال الشاذة تنحط لها يعني شكلها يتغير تريد تنفيها تقول ددنت وفعل مجرد تريد سؤال تحدد وفاعل وفعل مجرد تتنقل باخيانا استفهام الجمل الماضي المستمر تخلي واز للمفرد وفعل باين جي وير للجمع وفعل باين جي تريد تنفيها وازنت ووارنت وفعل باين جي تريد سؤال تقدم الواز وقدم الوير اول كلمة وتنقل كل شيء وبالاخير عام تستفهام يبقى يعني الفعل باين جي يبقى ما ينحذف الان جي يبد find two clauses in the two reviews which use the past continuous tense اوجد عبارات اثنان في المراجعتان حيث يتم استخدام الماضي المستمر change them to the past simple tense وحولهم للماضي البسيط اهنان اهنان اذكر اهنان ما the students were wearing their uniforms نقدر نقول the students wore their uniforms نشيل ال wear ونشيل ال ing الماضي ما ال wear يصير wore وهنان the students around me wear chatting راح نشيل ال wear ونشيل ال ing وصير chatted نضيف لها ايدي هاي حاولت اثنين مثل ما هو اراد هنا انا بالله هذا حالها الدليل الدليل عايفة عابرها حليناها زين بال هاي بالمنزمة اشنا اشوفوها محلولة ومرتبة ومترجمة وكلها اوكي وهاي مال مثلا smiling صارت smile و struggling صارت struggled عادي يعني انا لقيت غيرها ورح تلقون غيرها هادي مثلا هي مال smiling وهاي مال struggling اتحولا عادي اوكي وقتلنا بالنشاط اكو تمارين خنروح عليهم لان الكتاب الملون خلصنا نروح على النشاط بالنشاط اش عندنا you got all these sentences are incorrect جميع هذه الجمل هي غير صحيحة read the letters again اقرأ الرسائل مرة اخرى and correct the mistakes وصحح الأخطاء شوفنا هنا mistakes معناها أخطاء والerrors أيضا معناها أخطاء اوكي دير بالك تتعلمهم ثناتهم حتى من يجنك تعرف معانيهم زين و incorrect خاطئ correct صحيح زين هسا هنا هنا هناكو أخطاء رح نصححهم اوكي Dalia's review هاي بال Review بالمراجعة مال داليا يعني هنا هنا هن رح تلقاهن هاي أخطاء وهنا تصحيحات هن رح تلقاهن فش تقول داليا تقول the hole was empty at 10 القاعة كانت فارغة في الساعة العاشرة فهاي خطأ ال empty هي لازم شو تكون تكون full هاي full ومعاكسات ال empty axel full فهذه التصحيح مالده اوكي نروح على النمبر بعدها النمبر 2 the students were wearing their home clothes الطلاب كانوا يرتدون ملابس سلبيت مالدهم وهاي الخطأ اللي هي uniforms كانوا يلبسون مالدهم ازاي uniforms اوكي هاي التصحيح مالدها البعدها the audience were being noisy الجمهور او الحضور كانوا مزعجين وهذا خطأ the audience were being patient كانوا صبورين اوكي patient البعدها number 4 the arts team hadn't practiced الفريق الفريق الفنون لم يتمارنوا هاذي الشي خطأ هم نقول the arts team had practiced تريد تضيف بها الوات تريد بس الشي للنفي تقدر بس الشي للنفي كانت hadn't بس سي هاد تصير صحيحة تريد تضيف فيها الوات بعد تصير احلى the arts team had practiced a lot الزين البعدها number 5 يقولك a few people were unhappy قليل من الناس كانوا غير سعداء وهذا الشي ايضا خطأ everybody was smiling كل واحد الجميع كانوا يبتسمون او التصحيمات the audience were clapping loudly الجمهور كانوا يصفقون بصوت مرتفع فتكتب هاي تكتب هاي صح يا هي من عدن تكتبها صح وحدة من عدن تكتبها صح هس مراجعة سارا 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 وصلت مبكرا جدا خطأ هي late كانت سارا arrived late مو early وصلت متأخرة سارا سارا had to stand right at back سارا كان يجب عليها انتقف في الخلف ما حتى ما حصلت ما قاعدت وقفت في الخلف بالنهاية زين وراء number 8 the students around سارا were being quiet الطلاب حول سارا كانوا هادئين صامتين خطأ هما كانوا chatting loudly the students around سارا were chatting loudly الطلاب كانوا يتحدثون بصوت مرتفع زين البعدها nobody was clapping at the end ولا واحد صفق في النهاية وهذا خطأ هما everybody the rest of the audience باقي الجمهور clapped at the end صفق في النهاية البعدها number 10 سارا enjoyed the graduation party because she had a good seat سارا استمتعت بالحفلة التخرج بسبب هي كانت تمتلك كرسي جيد مقعد جيد وتشاهد من خلف فأكيد خطأ سارا لم تستمتع بالحفلة because she didn't have a good seat وسبب هي لم تمتلك مقعدا جيدا لكي يعني تشاهد الحفلة صححا هاي الأخطاء هاي مهمة لا تجيب البكالوريا لا لا شنو المهمة يجيب بكالوريا احتمال مثلا بذني يجيك مثلا اختيارات مثلا empty low full هذان اختيارات او تجي كال empty شنو عكسها تكتب لها full هي شي الشي شنو عكسها الكويت هي شي اشي بس هي ما جاي هاي اللي رح يجي هاي هذي مهم هذا جدا 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 مهم يجي من عنده بالبكالوريا شون make these sentences negative حول هذه الجمل الى نفي جمل بالماضي البسيط واكو بالماضي المستمر يريد تحولهن لنفي شلون فيهن احط لهن كلمة notes اذا لقيت فعل مساعد فبس احط له notes الواز الوير الوير لن افعال مساعد فبس احط لهن نوات صارت من فيه اوكي هاي وير بينما الافعال الرئيسية ما لقيت فعل مساعد فحطو لهن ددينت ورجعهن مجرد ددينت ورجعهن مجرد ها هي بكل البساطة راح نجي نحلة the hall was empty القاعة كانت فارغة فش راح نقول عليها the hall wasn't empty بس you wasn't هاي الباقي كله ينقل the students were wearing school uniform بس هاي الوير راح صير وارنت the students weren't wearing school uniform هاي بس وارنت البعد the arts team were performing very well بس الوير ش راح صير وارنت هاي بس الوير وارنت كله ينقل نفسه البعد هاي المهمة هاي تجي Sarah Sarah enjoyed standing at the back استمتعد الانجويت ش راح صير didn't enjoy Sarah didn't enjoy ماكو فعل مساعد عنده حطل النوت فاحتاج اشتاق فعل مساعد من جماعة الدول لانه ماضي فراح يصير did فالنفي مال didn't و enjoy ماضي بسيط didn't enjoy وتنقل كل شي زين البعد هاي people were shouting at the arts team where راح صير weren't اكو فعل مساعد النفي مات weren't هاي الاخيرة the audience stayed very quiet stayed راح صير didn't stay ترجع مجرد هاي the audience didn't stay خلاص هاي نروح التمرين البعد يقول التمرين c write the verbs in the past simple or past continuous اكتب الافعال بزمن الماضي البسيط او الماضي المستمر افعال هاي البيان قوسين and make would do will get ready will help will read will eat راح نصحح نكتب بالطريقة الصحيحة حسب لو نحاول للماضي البسيط لو نحاول للماضي المستمر فماجد arrived home at 8 pm ماجد وصل لبيتهم ساعة ثمانية مساء his wife was making dinner وزوجته كانت تحضر العشاء هذا فعل بالماضي البسيط من وصل بس زوجته كانت مستمرة بعملها حدث طويل الوصول هو حدث خصير صناعة أو عمل العشاء أو حدث طويل كانت مستمرة بتحضير الطعام للعشاء فنقول هي مفرد فتأخذ واز وفعل bing making his oldest son was doing his homework وابن الاكبر كان يؤدي واجباته المنزلية المدرسية ف لان هم استمر باداعة فكان ماضي مستمر فاعل مفرد فنحط واز وفعل bing وابن الأصغر كان يستعد للذهاب للفراش هم كان مستمر بالاستعداد حدث أطول من حدثه هو 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 بس وصل الزوج كانت مستمرة بحدثها الطويل اللي هو تعذر الطعام ابن الأكبر كان مستمر بحدث الطويل اللي هو حل واجباته ابن الأصغر كان مستمر بحدث الطويل اللي هو التحضير للذهاب للفراش ده يستعد يعني فرج أصلا أنا يغسلي يبدل يسوي فمفرد فخلي واز وفعل bing ففيرست أولا he helped one son with his mathematics هو أولا ساعد واحد من أبناء في حل الرياضيات هنا ساعد ابنه كان مستمر بالحل بس هو ساعد بشغله واخر عنه فماضي بسيط قاطع يعني وساعد بيها هذا حدث أقصر من ذاك ثم هو قرأ قصة لابنه الآخر ابنه الآخر كان مستمر بتحضير نفسه هو قاطع التحضير أو يعني أثناء التحضير ماته هو قرأ لقصة فماضي بسيط اللي ريد هذا من الفعل الشاذ يتحول إلى نفس شكله بس لفظ آخر يعني لفظ red and finally وأخيرا he and his wife وهو وزوجته تناولوا العشاء أوكي بالأخير اتعشوا وإكلوا وعاشوا عيشة سعيدة فهنان خلصا انتبهتوا أنه هنا الأفعال فعل ماضي مستمر ماضي مستمر ماضي ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي بسيط أول ثلاثة حالينا ماضي مستمر وآخر ثلاثة حالينا ماضي بسيط هاي الأجوبة التمارين بالملزمة ارجعوا لها للفائدة أوكي حبايب وإن شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل الفائدة ويستفد الجميع إضافة ال-ING تذكروها أنه لو فعل واسضيف ال-ING والمنتهي بإيه نحذف ال-ING لو بس نضيف ال-ING لو منتهي بإيه نحذف فنضيف ال-ING لو المنتهي بصحي وقبل على واحد في الضحيح ونضيف ال-ING أوكي وال-Tie وال-I وال-Die underneath حولا ال-I إلى-Y نضيف ال-ING والتحويل الفعل إلى ماضي إضافة ال-ED لو بس نضيف ED لو المنتهي بإيه بس نحط ل-D لو أهم المنتهي بحرف صحيح وقبل على واحد فيضعف الصحيح لو المنتهي ب-Y قبل الصحيح ف-Y يقلب إلى-I ونضيف ED المنتهي ب-Y وقبل على يبقى والحالات الشاذة طبعا تعرفون إن شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع تحياتي لكم مع السلام منتقر الجميع ماتهي منتقرق